سلام لكم وتابعيني الكرام يا رب تكونوا بخير وسلام النهاردة ان شاء الله هامل معكم موديل الكل اللي شايفينه قدامكو اتمنى الفيديو اللي اعجبكو اتمنى لكم شاهدة ممتعة هقيس دوران الرعبة الخلف ودوران الرعبة الامامي دوران الرعبة الخلف هقيس ومن بعد زيادة السستة هنا عندي دوران الرعبة الخلف 8 سنطي الامام 13 سنطي يعني 38 يبقى 21 يبقى طول الكولة 21 سنطي الكولة هقصها على البترون وراء الاول هاخد المسافات دي علشان ارسم من بعدها البترون عندي طول الكولة 21 سنطي هقيس طول الكولة 21 سنطي ال21 سنطي دوران الرعبة الامام والخلفي ارتفاع الكولة 7 سنطي هقيس طول الكولة وهحط ناطف النص نص الكولة هنا هيكون 10 ونص 10 سنطي ونص نص ال21 هيكون 10 سنطي ونص دا كده الامام وده الخلف من خط النص هرتفع 1 ونص سنطي من فوق برضو هرتفع نفس المسافة 1 ونص سنطي هوصل النقطة دي بنقطة الامام وبنقطة الخلف هوصلها بدوران ممكن اعملها باداية وممكن اعملها بالمسطرة من خط النص هرتفع 1 ونص سنطي بالشكل دا ودي نفس المسافة اللي انا ارتفعتها من عندي دوران الرعبة هنا الخلف هخرج 1 سنطي بالشكل دا وهرتفع نص سنطي اللي ارتفعها يكون نص سنطي وهوصل النقطة دي بنقطة الواحد ونص سنطي في خط النص ومن عند الخلف هوصل نقطة دي بنقطة بداية الكولة دا كده الخلف هاجي في الامام هرتفع 2 سنطي وهخرج 2 سنطي شايفين هرتفع لفوق 2 سنطي وهخرج لبرة 2 سنطي وهوصل نقطة 2 دولة ببعض ممكن اعملهم بالمسطرة العادية لان ما فيش دوران ولا اي حاجة بعدين هوصل النقطة دي ببداية الكولة ممكن هخلي شكل الكولة مدبب بالشكل دا ممكن هعملها دوران انا هين هعملها دوران بس على حسب زوءك طبعا هعملها بالقلم الرصوص الاول 2 سنطي طول و2 سنطي عرض وهعملهم دوران كده يكون رسمت بطرون الكل شميزي الكل دا اسمه كل شميزي دا كده شكل الكولة لما جا سبتها على القمش هسبتها على قمش متني على اربعة ومفتوح من الخلف لان عندي سستة انما لو الكولة قطع واحدة هعمل القمش متني على اربعة ومن الخلف مقفولة دا كده شكل الكولة بعد ما ثبتتها على القمش وقصتها زي ما قلتلكم في الخلف انا عملالها زيادة خياطة ومفتوحة من الخلف علشان في سستة هسبتها فزلين الفزلين هقصه على البترون هقص الفزلين على مقاس البترون على البترون مش هقصه على مقاس القمش وهسبتوه في الاربع طبقات وهنجي نشوفه نكمل ازاي ممكن تسبتوه في طبقتين بس على حسب زوقك دا الفستان اللي هركب فيه لكل هجيب الامام وحط عليه الخلف وخياط من عند الاكتاف والجنب وهركب السستة انا عندي سستة في الخلف فهركبها الاول طبعا البطان انا لسه مش هخيطها دلوقتي انا بخيط الاكتاف من غير البطانة كده الكولة بعد ما ثبتت فيها الفزلين الفزلين هنا بقصه على البترون مش بقصه على القمش شايفين بمقاس البترون بعدين هجيب الكولة على الوش وهحط الوش على الوش بالشكل دا بعدين هخيطهم شايفين هخيط بالشكل دا كده بعد ما خيطت الكولا شايفين ده كده شكلها بعد ما خيطتها طبعا زيادات الخيطة أنا صغرتها خلص هعدل الكولا هجيبها على الوش ده كده شكل الكولا على الوش شايفين شكلها جميل جدا حتى قبل ما عملها مكوع بعدين هجيب الفسانة علشان أركب فيه الكولا الفسانة أنا ركبت الوسط في الكلوش وركبت السوستة السحري السوستة السحري معدية الوسط في الكلوش علشان تتلبس بسهولة طبعا ده كده شكل الفسان من قدام بعدين هجي دلوقتي هركب الكولا هفتح السوستة وهجيب دوران الرابة الأمام والخلفي الخيطة اللي من عند الكتف دي هفتحها بالشكل ده علشان ما يبقاش مكلكع معي بعدين هجيب الكولا شايفين الدوران ده هيكون من قدام ده الدوران ده اللي هركبه من قدام هركبها بالشكل ده وهسبتها بالقبر هركبها من الخلف بعد السوستة الأمام هركب الكولا بعد المرد شايفين ده كده المرد من بعده على طول مباشرة يعني جانب المرد بالزبط هركب الكولا وشايفين مقسات الكولا ومقسات دوران الرابة جايين على بعض مزبطين ما فيش حاجة أكبر من التانية بعد ما ثبتهم بالقبر هخيطهم هخيط بالشكل ده وهسبت الناحية التانية بنفس الطريقة كده الكولا بعد ما خيطتها شايفين كده بعد ما تخيطت بعدين هجي دلوقتي أكمل بي البطانة يعني هركب بطانة الأمام وبطانة الخلف ده كده بطانة الأمام هجيب بطانة الخلف وخيطها في بطانة الأمام من عند الأكتاف وده بطانة الخلف وده الكتف هركب كتف البطانة للخلف على كتف بطانة الأمام هركب الأكتاف بالشكل ده ممكن كمان أثبت بطانة الخلف فزلين زي الأمام ده كده الأكتاف كتف الأمام مع كتف الخلف وهخيطهم برضو النحية الثانية هعملها بنفس الطريقة هجيب كتف الخلف في البطانة وكتف الأمام وهخيطهم كده بعد ما خيطت بطانة الأمام والخلف من عند الأكتاف هجي دلوقتي أركبها في دوران الرأبة الأمام والخلفي وهركبها على السستة شايفين هخيطها بالشكل ده في دوران الرأبة وهخيطها على السستة كده السوستة هتكون في النص بالشكل ده شايفين وانا بركب البطانة هتكون زيادة الخياطة بالطريقة دي بعد ما خياطت البطانة هشيل طبعا زيادات السوستة وهزبط زيادات الخياطة بعدين هعمل البطانة بالشكل ده وهعمل خياطة تزبيت دي كده البطانة بعد ما ركبتها هعمل لها خياطة تزبيت خياطة التثبيت ده يتم مش هتظهر علشان الكولة هتغطيها كده شكل الكولة بعد ما ركبت البطانة خياطة التثبيت مش هتظهر معي خالص ده كده شكله شكله جميل جدا على الفكرة ده كده شكل الكولة من الخلف وهنشوف في اللبس ده كده شكل الفستان في اللبس بجد شكله حكاية طحفة ده كده الفستان بالكامل شايفين الكلوش شكله طحفة ووسع جدا على فكرة كده الفستان بالكامل اخد مني مترين ونص وكمان فيه قماش فاض مني ده كده شكل الكولة والمرد والسوسة من الخلف بجد الفستان حكاية وكمان شوال طلق سهل جدا ده كده سبع صنط فستان عربين ده كده سبع صنط على حسب زوئك وده كان الفيديو بتاع النهاردة اتمنى ان يكون الاعجابك واتمنى ان تكون تريد سهلة وكن ادارت اوصل لكم المعلومة بسهولة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة